لا تقتصر معاناة نازح العراق على واقعهم المعيشي المتردي وفقدهم ديارهم بل تتعدى إلى ما يصيب المواطنة في مقتل مصادرة الهويات والأوراق الثبوتية عدم إصدار بدل ضائع كلها أساليب تضاف إلى سجل الحكومة في معاقبة النازحين فبلا هوية بات الكثير ممن تراهم في المخيمات بعد أن صادرتها السلطات الحكومية بحجج ظاهرها الدواعي الأمنية وباطنها سلب المواطنة من كثير من النازحين كما يدلل عليه مضي فترة زمنية طويلة على مصادرة هوياتهم دون تهمة وبغير وجه حق مفوضية شؤون اللاجئين كان لها جولة في ثنايا هذه المأساة حيث دللت عليها وأكدتها من خلال رصدها لكثير من حالات مصادرة الثبوتيات في مخيمات نينوى وصلاح الدين والتأميم فخلصت إلى القول إن السلطات الحكومية في العراق لا تزال تمارس نوعا من العقاب الجماعي لمئات من العائلات النازحة حيث صادرت هويات الإثبات والوثائق الشخصية لعشرات الأفراد واعتقلت آخرين مما لجأوا إلى مخيمات النزوح في الموصل والشرقاط والحويجة وأشارت المفوضية إلى قيام بعض الجهات الأمنية بمصادرة ممتلكات النازحين وفرض قيود مشددة للوصول والمغادرة من وإلى المخيمات في ظل الظروف الصعبة التي تشدها المخيمات محذرة من خطورة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون إذ رصدت المفوضية المعاناة الحياتية التي تجبر النازحين على البقاء في مخيماتهم تتمثل في نقص الخدمات وغياب فرص كسب الرزق وتدمير المنازل في مناطق العودة وعدم كفاية الأموال لتغطية تكاليف الإيجار وانعدام الأمن معاناة مضاعفة من ألفها إلى يائها يجبر النازحون على تجرع مررتها منتظرين مستقبلا مبهما ومخيفا بعد أن بات مستهدفوه يهددون وجودهم من خلال مصادرة الوثيقة التي تدلل على أسمائهم وألقابهم العشائرية ومسقط رؤوسهم